طريقة شراء دومين جدادي بتسعة وتسعين سنت بالفيزة الافتراضية المستخرجة من ريدود بي ده موضوع حالاتنا النهاردة يهلا بكم في فيديو جديد انا احمد قطب وانت بتشو الفيديو على قناة اكاديمية المهندس في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نشتري دومين من موقع جدادي بتسعة وتسعين سنت وفي معلومة مهمة جدا عايز اقولك عليها خلال الفيديو بتاعنا ولو انت حد متمرس وبنمهنة كفاية عليك بس ان انت تطلع بالمعلومة دي لو ما تعرفهاش اما بالنسبة لناس الجديدة فتستفق جدا من موضوع حلقة النهاردة وهتطلع بكم معلومات كبير واولها هي انك تبقى عارف ايه هي الفيزة المقبولة في شراء الدومين او تجديد الدومين او شراء الاستضافة او شراء الادوات وخصوصا اخوانا المصريين اللي بيواجهوا مشكلة في الدفع الدولي بعد ايقاف بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الدبيت والاسف بقى بشوف ناس كتير في الجروبات بتسأل وتيها مش عارفة ايه هي الفيزة المقبولة في شراء الدومين او تجديد الدومين او عايز يجدد الصفة بتاعته مش تلاقي فيزة يجدد بيها والناس اللي بتنصحه بتقوله طلع بطاقة ايزي بي ومشكلة بقى ايزي بي انها قليلة جدا انا شخصيا حاولت ان انا اطلع الفيزة دي ملقيتهاش موجودة في الفرع عندي والموظف قال لي ما بقيتش بتنزل هي بتنزل بس مش متاحة في كل الفروع ده غير طبعا ان الليمت بتاعها قليل جدا يعني تقريبا الفين جنيه مصري او ما يعادل اربعين او خمسين دولار مشكلتها حتى لو لقيتها وانت هتشتري حاجة او تجدد حاجة تكلفتها مثلا ستين دولار مش هتعرف تجدد بيها لان الليمت بتاعها قليل جدا مش هينفع مثلا تقول للموقع انا هدفع لك خمسين الشهار ده والشهار الجاي هدفع لك عشرة دولار مش هيرضى مش هينفع فالبديل اللي معنا النهاردة وهي الفيزة المستخرجة من الردود بي حل مسالي للمشاكل دي والناس دي بتبقى محتاجة بس حد ياخد بيدها ويعرف على الطريق يعني حضرتك كل مطلوب منك انك لما تلاقي حد بيسأل عن الموضوع ده ومش تلاقي فيزة يدفع بيها او يجدد بيها تبعت له بس رابط الفيديو ده يبقى انت كده خدمته وعدت له مصلحته نرجع بقى لموضوعنا النهاردة معنا فيزة قوية جدا في ناس بتقول عليها حلالة المشاكل وهي فيزة ردود بي الفيزة دي بتستخرجها من تطبيق ردود بي اللي بتثبته على تريفونك بكل بساطة وانت قاعد بس مشكلتها بقى ان هي بتحتاج تتشهن من باينانس يعني لازم يكون عندك محفظة على باينانس وعمل بحفظة على باينانس بسيط جدا بتعمل برضو المحفظة من تريفونك بكل بساطة وما اللي بقى بتقول مشكلتها ان هي بتتشهن من باينانس او ليه بتقول مشكلة بقول مشكلة عشان اللفة دي اولا الفيزة بتاع ردود بي عشان تشحنها عشان تحطي فيها فلوس بتشحنها من باينانس وبيانانس عشان تعمل فيه ايداع بتعمل ايداع عن طريق فدفون كاش وما ينفعش تعمل اي معاملة من بايننس بعد ما تعمل ايداع الا بعد ما يمر 24 ساعة دي كل المشكلة فالخطوات ممكن تشوفها كتير بس هي بسطة جدا والله هتريع دماغك طيب ناجي بقى للمفيد ازاي اسجل في ردود بي واشحنه علشان استهرج منه الفيزة الافترضية اللي ندفع بيها هتلاقي رابط الشرح موجود في الوصف اسفل الفيديو طيب برضو ازاي اعمل محفظة على بايننس واشحنها عن طريق فودافون كاش هتلاقي برضو رابط الفيديو التاني موجود في الوصف اسفل الفيديو واي حد عنده سؤال يكتبوا لي في تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله هرد عليه ولو ما ردتش عليك يبقى انا غالبا ما عرفش الاجابة او ما شفتش تعليق بتاعك بس غالبا ان شاء الله بشوف كل التعليقات انا بالنسبة لي اعملت كل الخطوات اللي فاتت وحاليا الفيزة مشحونة وجهزة معايا للدفع في اي موقع ارابع دلوقتي عشان اشتري دومين من موقع جدادي بتسعة وتسعين سنت وخليك فاكر المعلومة المهمة اللي قلت لك هقول لك عليها عشان اشتري دومين من موقع جدادي هندخل على جوجل ونكتب جدادي في البحث عربي او انجرش وهندخل على موقع جدادي ممكن اول رابط بالشكل ده اللي هم عاملين الاعلان وممكن من هنا تمام ده الموقع الرسمي بتاع جدادي طيب دلوقتي هناعمل اكاونت جديد الاول اول حاجة هنضغط على كلمة تسجيل الدخول هنا وبعدك هقول له انشاء حساب اختار اخر اختيار ده continue with email وبعد كده هحطوه الايميل بتاعي اخليه برضو هو نفس الايميل بالشكل ده تمام الباسورد هحط باسورد قوية في احرف كابتل واحرف سمول وارقام ورموز تمام على سبيل المسال مثلا نعمل شو انا كده ايه كابتل وبعد كده ماشي وبعد كده تلات تلاتاشر تلاتاشر وبعد كده دولار شباك كنسعة تسعين تمام يبقى انا كده في الباسورد بتاعتي حاطط له حرف كبيرة وحرف صغيرة وارقام ورموز تمام تمام انا كده الباسورد ده مقابول ايه بس انا بالنسبة لي دلوقتي بقى نعمل هيط ونغيرها تمام احط باسورد خاصة بي انا كلام جميل اجري كريت اكاونت انا طبعا غيرت الباسورد علشان انا ظهرته لك في فيديو وما يفعش ان انا الباسورد بتاعتي تبقى معروفة تمام اعمل هنا للايميل ندخل بقى على الجميل على ايه باعت لكود ادي الكود اللي جاني من جودة دي كنترول سي كنترول في في لوحة المفاتيح في ريفاي كود عشان ايكد الاميب كده مبروك عملنا اكاونت على جودة دي بكل سهولة طيب ندور بقى على دومين نشتريه انا هسميه مثلا المهندس تمام دوت اونلاين ليه اونلاين هقول لك دلوقتي نعمل سيرش نشوف مفتاح اول لا متاح فعلا وسائره تلاتين جنيه او ما يعادل تقريبا تسعين سنت طيب نقوم نزلنا كده تحت خالص وغيرنا العملة خلناها تمام نطلع فوق كده هلاقي بكام بتلسعة وتسعين سنت كلام جميل طيب المعلومة بقى المهمة اللي انا عايز اقول لك عليها ما تشتريش دومين دوت اونلاين خالص ليه لان الدومين ده اولا دومين ضعيف دوت اونلاين مش قوي زي دوتكم دي نقطة رقم واحد تاني حاجة دوت اونلاين اول سنة بيبقى بتسعة وتسعين سنت واحد دولار يعني لكن بعد كده ساعتاك جدد هيغلي علي السعر جدا يعني مسلا ونفرض ان احنا اختارنا دومين ده كده وانا كونتونيو عشان اكمل عملية الشراء تمام وبعد اختار من هنا مش عايز حماية ومش عايز ابني الموقع بتاعي تمام انا ابني انا بشتري بس النطاق وانا هتصرف بقى هحطه على بلوجر هحطه على براحت انا تمام كونتونيو كارت انت خلي ويتنك معايا وخلي عينك على المؤشر برضو بتاع الماوس شوف انا بعمل بضغط فين تمام انا جاب لي آآ خمس سنين اللي انا اختار سنة وعدة بالشكل ده بص بقى المعلومة المهمة اللي انا بقول لك عليها هنا اول سنة بكام بواحد دولار ده كلام جميل جدا لكن بعد كده بقول لي في ديسمبر الفين اربعة وعشرين هتجدد بخمسين دولار بتسعة واربين دولار وتسعة وتسعين سنت مع ان دومين معفن ملوش اي لازمة دوت اولاين وانا اسف طبعا للناس اللي معها دوت اولاين بس انا بقول لك دي وجهة نظري ما تشتريش دوت اولاين بالمقابل بقى لو اشترينا دوتكم هيكون دومين اقوى بكتير طبعا وسعر التجديد هيبقى ثابت تاني سنة زي تالت سنة زي رابع سنة وهيبقى أقل بكتير جدا طبعا من دوت اولاين وهنا بيجيب لي التعليمات بيقول لي التجديد هيبقى بكزا انما بقى لو حاولت اشتري دومين دوتكم اول سنة هيبقى باثناشر دولار وتاني سنة في التجديد هيبقى باثنين وعشرين دولار وطبعا في فرق كبير ما بين الاثنين وعشرين دولار والخمسين دولار للدومين دوت اولاين ده دوتكم باثنين وعشرين دولار التجديد انما ديك هدوت اولاين وبخمسين دولار نرجع بقى لموضوعنا ونشتري الدومين دوت اولاين عشان نشرح عليه بس لكن انا ببنصحش حد ان هو يشتري دوت اولاين هتشتري اشتري دوت كوم الا ازا كنت انتبهتك فعلا حاجة تبقى دوت اولاين وبرضه نفس الكلام ما تشتريش دوت ارج ما تشتريش دوت نت ليه لان سعر التجديد بتاعها برضو هتلاقيه عالي فاكتر دومين احترافي بيبقى دوت كوم واكتر دومين سعره سابت وسعره كويس دوت كوم يعني معاك المستين السعر والاحترافية نرجع بقى لموضوعنا ونشتري الدومين دوت اولاين عشان نشرح عليه بس وبعد كده هقول له هنا ايام ريدي تو بي انا جاهز الدافع فبقول لي دخل البيانات بتاعتك انا اكتب له المواندس وانا اكتب له رقم تريفون عشوائي واتمنى طبعا ان هو ما يطلعش رقم حد فعليا والعنوان هكتب له هنا كايرو مش لازم هنا المعلومات على فكرة تبقى دقيقة تمام وهنا برضو بكتب له كايرو وهنا المدينة بكتب له كايرو وهنا المنطقة هكتب له برضو كايرو وهنا ستة ستة تلاتة ستة عداشر ولا بتاع القهرة كام طيب هندخل على جوجل وهنكتب الرمز البريدي القهرة انت بالنسبالك لو من بنسويف اكتب الرمز البريدي بنسويف من آآ مدينة معينة مسلا في الجزائر في المغرب في السعودية اكتب الرمز البريدي وبعد كده اسم المدينة بتاعتك طيب دي كلها رمز بردية للقهرة ممكن ااخد الرمز ده كده تمام حداشر خمسمائة اتن وعشرين حداشر خمسمائة اتن وعشرين كلام جميل مش هكتب في حاجة برضو مش هكتب في اي حاجة سوى فضية وهنا اقول له كلام جميل حافظ العنوان حافظ عام العنوان اوكي دلوقتي بقى جاب لي بقول لي دخل وسيلتي الدفع انت تدفع بالفيزا ولا تدفع بالبيبال هدفع دلوقتي بالفيزا هدخل بقى بيانات الفيزا اللي معايا اللي هي بتاع ردود باي اه دي رقم الكارت وادخل لهنا الصلاحية هداشر ستة وعشرين اللي هي الفين ستة وعشرين اللي هو السي في سي او السي في في المكون من تلات ارقام وبعد كده هقول له هنا ايه كلام جميل بس هنا بقى بقول لي اغد تاكس اربعة وتلاتين سنت فالاجمالي كله هيبقى واحد دولار وتلاتة وتلاتين سنت مش مشكلة اقول لنا اكمل عمالة الشراء تمام وجاي نرسالة على التليفون من ردود باي انه تم الدفع تمام افتح معاك كده تطبيق ردود باي على التليفون ونهر التليفون على الشاشة كده تمام هنا اجاب لي الفاتورة التوتل واحد دولار وتلاتة وتلاتين سنت ودي عندي في ردود باي التطبيق رصيدي اصبح ستة دولار وستة وستين سنت ننزل كده تحت عشان نشوفه المعاملات المعاملة الاخيرة لجدادة ايه واحد دولار واربعة وتلاتين سنت بنفس الطريقة بقى اقدر اشتري دومين من موقع وجودها دي اقدر اشتري دومين من اي موقع تاني من من اي مكان تاني اقدر اجهد الدوم بتاعي اقدر اشتري استضافة اقدر اجهد استضافة اقدر اشتري قالب اقدر اشتري اداة الفيزة دي هتشتعل معك في كل حاجة ان شاء الله نقول لكونتونيو تمام وبعد كده يا سيدي عايزين ندخلها على الصفحة الرئيسية ننازف كل ده كده تمام ونخش على الصفحة الرئيسية بتاع جودة دي ودي الاكونت بتاعي لو ضغطت هنا كده واخترت عشان يجيب لي المنتجة بتاعتي هيكون فيها الدومين بتاعي تمام اقدر دومين المهندست دوت اولاين وعندي هنا بقى دي النيس والصفات اوب والمانجج في الفيديو الجي ان شاء الله بقى هركب الدومين ده على مدونة بلوجر عايزين نامل مدونة بلوجر ان شاء الله نبدأ في دورة الربح من بلوجر لعام الفين اربعة وعشرين اللي عايز الشرح ده وعايز الدورة دي اعمل لايك على الفيديو عشان نعرف كم عدد المهتمين ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد